أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد استقبال 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصينية ضمن 20 مليون جرعة تم الاتفاق على شرائها وتوردها إلى مصر تباعا وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان خالد مجاهد أن لقاح سينوفارم حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية لافتا إلى أنه مع زيادة جرعة اللقاحات التي تتسلمها مصر سيتم إتاحة طلق اللقاح لعدد أكبر من المواطنين من مختلف الفئات العمرية وكشف مجاهد أن مصر سوف تتسلم 500 ألف جرعة جديدة من لقاح سينوفارم بالإضافة إلى أنها سوف تتسلم 1400 لتر من المواد الخام خلال الشهر الحالي لتصنيع لقاح سينوفارم الصينية لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم بنهاية العام الحالي